اه في الحادثة الاخيرة بقى وهنا المقال اللي نشراه بارخا دوت انه اه اه شخصية سياسية اه هندية متحدث باسم اه متعدثة باسم حزب الحاكم اه بهراتية جاناتا اه ده الحزب الحاكم في الهند واسمها نوبور شارمة قالت تعبيرات او قالت اسئلة او قالت كلام تقريبا تسعين في المية من الغضب ويعني ما عرفوش وما هي قالتي بالظبط فحصل احتجاجات شديدة جدا لانها يعني اهانت مشاعر المسلمين اللي هنا بقى في المقال زكي جدا السيدة شارمة بارخا وهي بتكتب وتقول انه لما حصلت التصريحات دي الحكومة الهندية لان الحكومة الحالية والحزب الحاكم وحزب يميني جدا وحزب كاره للاجانب او كاره للاخر وكاره للمسلمين وانه فيه خصومة شديدة من الحزب ده وبين كل حتى الاقليات اللي موجودة في الهند والهند ارخابيل فضل على انه فيها متين مليون مسلم يعني فيها تقريبا اكتر من او حوالي خمسين في المية من مسلمين الشرق الاوسط كلهم كمان الهند طول الوقت في ازمة مع باكستان باكستان اصلا كانت في الهند وبعد انما الهند جات استقلت عن انجلترا فباكستان قررت مجموعة قيادات اسلامية قررت انها تعمل دولة مستقلة للمسلمين اسمها باكستان وقامت على الاصولية وعلى انها دولة دينية حاجة برضو تزعل وتحزن لكن الناس سأقفولها حصل في الظرف ده 47 48 ظهور دولتين دينيتين في العالم باكستان واسرائيل انما طبعا لانه باكستان دولة المسلمين فاحنا هيصنا وانبسطنا واعتبرنا حاجة عظيمة يعني وانفصلت عن الهند واستقلت بيه بينما بطبيعة الحال اسرائيل دولة مختصبة ومحتلة فالانزعاج الاقتصاب والاحتلال مش اكثر يعني ربما مش لانها دولة دينية لانها جات احتلتنا بس مهم ففي احن ومحن من باكستان والهند خصوصا الخصومة على اقليم كشمير فطول الوقت في الحكاية دي في باكستانيين بقى من الارهابيين يروحوا يعملوا تفجيرات في الهند في الهند تعمل عنشطة ضد حول انسان واعتراع حول انسان في كشمير وما الى ذلك من يعني صراعات قديمة ومستمرة والعلاها ايضا ستستمر اطول فترة ممكنة لانها ايمة على الطائفية والصراعات الدينية وكل طرف بيغزي الطرف الاخر وكل متطرف في كل حتة بيغزي مجتمعه اكتر ولما بتحصل سبق مين فينا المؤمن اكتر المتطرف اللي بيكسب عشان الامور تبا واضحة يعني لان احيانا بشوف رغبة كده لدى رجال الدين التقليديين ولدى الاعلام المصري ولدى الدراما المصرية انها تقدم يعني المسلم الطيب في مواجهة المسلم الشرير الارهابي وانه يعني لا يا جماعة لو انت عايز تقول انك انت بتواجه الارهابي علشان انا مسلم شرير وانا مسلم طيب انت هتقسر على فكرة كل الكلام المتطرف بخاطب عواطف الناس اكتر من الكلام المعتدل والوسطي والمحترم بدليل انا هقوله بعد شوية المهم السيدة برخة قالت حاجة غريبة جدا الحزب الحاكم اللي هون دي ولا كأنه حصلت حاجة ولا كأنه فيه مسؤول عنده متحدث رسمي وبعد كده فيه متحدث كمان باسم الحزب فيديل عمل نفس الحكاية وقال نفس الكلام نافين جندال تعليقات مسيئة او اعتبرها المسلمون مسيئة ومسلمون الهند قبل ما اي مسلمين تانيين فما استجابوش لمسلمين الهند معبروش الانتين مليون بالعكس يعني امعنوا فيه الخصومة بينما اول ما الحكومات العربية بقى خصوصا لامارات وقطر بدأوا يتكلموا ويعترضوا ويحتجوا الهند فصلت المتحدث الرسمي ده والمتحدث الرسمي دي بتقول هنا بكل تأكيد سيتوخى ممثلوا وسائل الاعلام في حزب بهاريتا جاناتا الحزر فيما يقولونه في الوقت الحالي اثناء ظهورهم على مختلف المنصات لكن دعونا لا نخدع انفسنا بالنسبة لمئات الالاف من انصار حكومة مودي في اليمين المتطرف رئيس الوزراء يعني فان شارما مدعا للاحتفال الست اللي هجمت الاسلام ما عليك سوى القاء نظرة على فايدة تعليقات انا اساند شارما على وسائل التواصل الاجتماعي والدعوات لرسائل اجتماعية الجماعية التي يتم تنصقها بواسطة الية مركزية مؤهلة جدا او جيدا لن اتفاجأ اذا اصبح هذا الجدال القبيح بعد موقع بعض الوقت هو الواقع التي تبني مسيرة شارما السياسية في نهاية المطاف بدلا من ان تدمرها قالت ملاحظتين اساسيتين ومهمتين للغاية الحكومة الهندية لم تلتفت الى معارضة مسلم الهند وهم عدد بقولك مئتين مليون بينما بسط لغضب الدول العربية من هذه الاساءة وخدت اجراءات علشان تريح الحكومات العربية او تجعلها تطمئن الى موقف مودي ورئيس الوزراء الهند يعني وانه بيحترم مشاعر المسلمين بينما في الزاوية الاخرى اللي بتكلم عنها في المقال انه بالعكس المتطرفين في الهند فرحانين بالستة دي جدا والحزب ده ربما بعد وعيدة الامور الستة دي تبني مجد سياسي بناء على الاهانات اللي قالتها لمجرد انها اغضبت المسلمين ويعني وعلت من العداء له ده شيء برضو تجعل حزب بهاريتا جاناتا القومي المتطرف اكثر عرضة لمساءلة داخلية عن سبب استجابته لغضب حكومات ما لا يقل عن 15 دولة ذات اغلبية مسلمة في ظل عدم تفاعله مع الازى الذي لحق باكثر من 200 مليون مواطن مسلم ولعل الاجابة تكمن في مليارات الدولارات من التجارة والنفط والصدرات الغزائية والتحويلات المالية والمعرضة للحزر في هذه البلدان اذا انت يعني طبعا انت مع الهند تقدر تتكلم على يعني يعني مقاطعة وعقوبات يمكن ان تؤثر على الهند خصوصا انك عندك ملايين الهنود في دول الخليج بيعملوا لما بيحصل في الدنمارك انت معدكش حاجة تعملها للدنمارك الدنمارك هي اللي بتديه لك مش انت اللي بتديه فييبقى موقفك اعجز من انه وصاد الهند وهكذا المصالح هي اللي بتحكم وبتتحكم والمصالح هي اللي بتحتم على اصحاب القرار استخدام واضح للدين في السياسة لكن عموما خلينا ناخد بالنا هنا بالنقطة مهمة للغاية الانفعال اللي حصل من الحكومات دي علشان تعبر عن يعني وسائل التواصل الاجتماعي بتاعة شعوبها كانت ساخنة جدا اقصر على اعتراض واحتجاج فبيترد عليه باعتزار وتراجع او فصل للمتحدثين انما لما بنايي انا وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي وهي عايزة بقى تشطط وتصل بالأمر مقاطعة البضاع الهندية طرد العمال الهنود التوقف عن استيراد مش عارف ايه الحالة العصبية الهوسية دي محتاجة تأمل ليه لانه يا جماعة دولة مجموعة في الهند 10 15 مليون 10 مليون 20 مليون اللي دي ده مليار ليه عايز تعاقب شعوب بما فعله بعض المتطرفين فيها هل ده من العدل والعدالة هل ده من العقل هل دي من الحكمة يعني ايه الرغبة في انه يعني افراء مثلا رجل دين مهووس في دولة سكندنافية ولا في دولة اوروبية وام قرر ان يقول او يعمل اي حاجة اعتبرناها اهانة للدين فالمفروض بقى نعاقب البلد كلها ونقعد نلعن في البلد كلها وفي الشعب كله ليه ليه ده حاجة غريبة اوى ده احنا كل ما يحصل ارهابيين يقتلوا في الغرب مش بيكلموا مش بيلسنوا او يبخوا سمهم كراهية لا يروحوا يقتلوا ويفجروا يقول لك لا يمثلون الاسلام في شيء هؤلاء الارهابيون الاسلام من مبراء ولا يمثلون الاسلام في شيء قال لا اش بان الارهابيين دولةenziein لا يمثلون الاسلام في شيء بينما المتطرفين دولة يمثلوا الغرب ويمثلوا اوروبا ويمثلوا المسيحية لا ده انتو وكلب المكالين بقى ده نظرة مزدوجة احنا ممشوفش افسدنا في المراية على فكرة نحن لا نرى انفسنا في المرآة متعصبنا غلبونا عمونا فبدأنا نحاسب المتطرفين في اوروبا على انهم اوروبا والغرب والمتطرفين المسلمين لا دول متطرفين بس انما احنا فلة متوضيين كلنا ومن ثم دعني يعني اتساءل عن هذه الحالة من الرغبة في انزال العقوبة وبعدين كمان يقولك ونطرد العمال الهنود دي حاجة بلا قلب يعني عام الهندي عندك طالع عين اللي خلفه ابوه وشغال وبيدي وبيعمل وبيعطي او لو حتى عندنا هنا في مصر مهندسين وعمال الهنود في مصانع هندي واستصبرات هندي جي واحد بقى هندي مجنون اعد في دله ولا اعد فين بقى وام ضرب له تويتا اما عخر انا الناس اللي هنا اخصمها انزعج منها اهددها اروعها ايه الجنان ده ده جنان على فكر ده جنان ده اسمه جنان فخلينا بس لانه لو لو ارهابيين مصريين او جزائريين او تونسيين او مغربة او اي من كان من الجنسات العربية ورحوا وبيحصل يعني عامل واسم فرنسا في العملو ده بس معناش ان فرنسا قادت موقف من المصريين ولا من المغربة في فرنسا وطرد يا جدع علشان دول اللي اقتلونا هما اعقل مننا لان احنا طول الوقت عندنا الاحساس ان احنا مظلمين ومضطهدين ومش عارف ايه والغرب الصليبي والمؤمرة فطول الوقت بيطلع الهبو ده عندنا